نهاية بهذا الخبر حيث تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمرقبة تراب الوطني في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس تمكن من توقيف عنصر متطرف موال لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 36 سنة وذلك للاشتباه في انخراطه في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام وأضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تم توقيف هذا العنصر المتطرف بمدينة تطوان في عملية أمنية شاركت في تنفيذها مجموعة من عناصر القوى الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة تراب الوطني بتنسيق وتعاون ميداني من ضباط الشرطة القضائية العاملين بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية وحسب المعلومات الأولية للبحث يضيف البلاغ فإن المشتبه فيه الموقوف الموالي لتنظيم داعش الإرهابي متشبع بأفكار متطرفة تحرض على تكفير المجتمع وممثل السلطات والقوات العمومية فضلا عن نشاطه المكثف ضمن الأوساط الافترادية وقنوات التواصل المعلوماتي التي تتبنى الإشادة بالفكر التخريبي المتطرف وتحريض على التخطيط لتنفيذ مشاريع إجرامية تستهدف الأشخاص والمنشآت العمومية والخاصة وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب وذلك للكشف عن المخططات الإرهابية التي انخرط في التحضير لتنفيذها وكذا تحديد ارتباطاته المحتملة مع خلايا وتنظيمات إرهابية تنشط سواء داخل المغرب أو خارجها